اشتركوا في القناة الانسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة قائد الفريق الملكي للقدرة ببطولة العالم لسباقات القدرة والتي قيمت في العاصمة الاماراتية ابو ظبي لمسافة 160 كم وتقدم سموه بخالص التهاني والتبركات الى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بعد حصول سموه على المركز الاول في بطولة العالم للقدرة بابو ظبي ليسطر انجازا عالميا في سجل انجازات سموه الزاخر بالنجاحات في رياضة القدرة واضاف سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة ان انجاز سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة يأتي استمرارا لمسيرة الانجازات المتواصلة لرياضات الفروسية والقدرة في مملكة البحرين بشكل خاص ورياضة البحرينية عموما وذلك بفضل ما تحظى به من دعم ورعاية من لدن جلالة الملك المعظم ودعم واهتمام سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء واكد سموه بان الانجاز العالمي لسمو الشيخ ناصر بن حمد يؤكد المكانة المميزة والرائدة التي تتمتع بها مملكة البحرين على ساحة رياضة الفروسية والقدرة عالميا كما انه يعكس الارادة الصلبة والعزيمة والارادة التي يتحلى بها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ليشكل قدوة للشباب متمنين لسموه دوام التوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر